مرحبا حباي ببرج الاسد اهم المواضيع او الامور اللي ممكن تظهر بالورق في هاي الفترة ان شاء الله تكون كروت حلوة طاقة ايجابية خلينا نشوف طاقة برج الاسد في هاي الفترة المسيطرة عليها شو اكتر اشي للاسف برج فيه علاقة ثلاثية او خيانة التفكير فيها او انت رح تكتشف خيانة حبيبي طرف ثالث في الموضوع ممكن تكتشفه في هاي الفترة فرح يكون شوي مسيطر على طاقتك فيه شخص عم بيحاول انه يخدعك او يعني يدخل اوهام لراسك عم بيمشي لك امور يعني عديلك اياها كمسجات دايريكت او ان دايريكت عم بتكون مو صح هاي الامور وعم بشوف عندك تواصل روحاني عالي وتشافي او تحاول انك تحاول تتشافه من موضوع معين رح يكون كتير او كبير هاي الفترة رح تركز على انك تستشفي من موضوع او معين خلال هاي الفترة يا حبيبي او برج او الاسد يعني او عم بشوف بداية جديدة عم بتحاول يا برج الاسد انك يعني تفرجي للناس كلها وجه جديد شخصية جديدة عم بتحاول انك مش تمثل انك وليكن انك تمثل انك شخص لايم او شخص غير شخصيتك الحقيقية يمكن لانه مليت من الطيبة او من انك تتعامل مع الناس بطيبة ويبادلوك بغير يعني غير طاقة طفا كتير كتير يعني مبين انه في بداية جديدة في تغير بالشخصية واكنك بتنفض او عن حالك او يعني طاقات او سلبية مبينة هون الطاقات السلبية كتير انه ممكن يكون في عندك حبيبي طاقة او سلبية سحر حسد عين او عين كتير مبينة بالورق او ممكن بس تراكمات سلبية بس اكتر شي ممكن تكون عمل او اعمال ما بعرف في حدا عم بيحاول وهي امرأة عم بيحاول انه يعملك هذا الموضوع لكن انا عم بشوف طاقتك بتطغى على الموضوع طاقتك في انك تخلق انسان جديد جواتك من بعد الغدر ومن بعد كل شي عم بتحاول تستشفي ويمكن هذا الاستشفاء من الطاقات السلبية يعني مش بس من الخيانة فبرج الاسد يتحمل كتير بالفترة الماضية وعم بشوفه هلأ لا يعني هو عم بيحاول يمسك يسترجع حق يمسك زمام الامور يرجع يعني خلينا نقول يرجع يمسك الموضوع زي مكان ماسكو زمان عم بشوفك بتحط حدود يعني حدود حد لكل شخص من بعد عطاء كبير من بعد تضحيات كنت عايشها كرمال شخص وهذا الشخص خانك في ظلمة الليل خلينا نقول في ظلمة الليل خانك هذا الشخص لا وعم يتفرج عليك كمان عم يتفرج عليك وانت بتنجرح بس انبين انه هدول عشر سيوب خلص خلص الموضوع بعد هيك ما في قيانات بعد هيك ما في يعني ما في اللي هي صدمات خلينا نقول هاي اخر اخر فترة انت عم بتشطب انت عم يعني بتنهي هاي الموضوع وتحط حدود وعم بشوفك بتبلش بداية جديدة في شوية تفكير بالماضي اول الفترة تفكير بالماضي لكن بعدين عم بشوفك بتخلق انسان جديد في العمل مسيطر بدرجة يعني لدرجة عالية جدا رح تكون مسيطر على كل الامور وممكن الحدود اللي بدك تحطها ممكن كمان تكون لزملاء في العمل مبين انه رح تعمل شي او انجاز او كزا يشهدو لك في المسؤولين او يشهدو لك في الناس اللي موجودة معاك في العمل مبين اكتر شي بالنسبة للناس اللي حاب تسافر مبين في عندي سفر ولكن مؤجل شوي يمكن لشهر عشرة شهر عشرة احتمال كتير كبير يتم هذا السفر اكتر ايش يبين قدامي بالورق فيه ترابط روح كتير كبير عالي بينك وبين الشريك مبين فيه شخص جديد كمان رح يدخل على حياتك حبيبي هذا الشخص يعني من مواصفاته كتير خفيف الدم ممكن يكون زميلك في العمل هو شخص يعني بتعرفه من قبل من البداية ولكن ما كان فيه مشاعر متبادلة من ناحية هذا الشخص يمكن من عندك كان فيه مشاعر كنت مفكر انه الشخص التاني ما عم يبادلك بس بالحقيقة عم يبادلك الشعور عقلك الباطن اكتر شي على شو مركز يا برج الاسر تحقيق ناصر خلينا نقول وانك تسكر الباب على موضوع قديم تدفنه خلص وتبلش بداية جديدة مبين فيه رومانسيات عالية فيه لم شمل بين شخصين بتجاوزوا كل العرقيل قد ما فيه عرقيل هون يعني شفنا صدمات كتير من هذا الشخص ممكن تكون او خيانة او طرف تالت شفنا فيه طعنات لبرج الاسد ولكن بالاخير فيه لم شمل فيه لم شمل بين هدول الاشخاص اذا فيه مصالحة من بعد فترة من الجفاء فيه مصالحة ولكن رح تكون من الطرف المقابل مش من مبادرة منك يا عزيزي عم بتكون الفترة الجاي من بعد الاستشفاء ان شاء الله يعني رح يتم الاستشفاء مبين بتدرج الوراء انه فيه استشفاء وتطلع من كل الطاقات السلبية اللي انت كنت فيها مبين انه من كتر الفرح والانبساط ان شاء الله يعني رح تعمل مثل رح تطلع او شي رح تروع ع البحر مع الشريك يعني فيه مشاوير حلوة رح يصير على الصعيد الرومانسي والشريك رح يهتم فيك كتير لدرجة متل ما شفنا بالكرت انه عم بيحضر لك العصير او الشغلات فعم هو يعمل لك اياها بايده فعلى قد ما شفت خيانة من هذا الشخص على قد ما رح تشوف رومانسية منه وانه يعترف بغلطه فيه احتمال كبير في هاي الفترة غير المصالحة انه يعترف فيه اخطائه بقولك take the next step now يعني هلأ فرصة مناسبة انك تاخد الخطوة اه الجاي يا برج الاسد اه بكفي خلصة تراوح يعني نفس المكان او ما بدك تاخد اكشن اه خد اكشن والكروت عم بتطمنها يعني عم بتكون حلوة الكروت لذلك ما في خوف من انك تعمل اكشن هون عم بشوفك بتسترجع اه موضوع بتسترجع شخص بتسترجع اه موضوع خلينا نقول اه يرجع بين ايديك ترجع تمسكه بين ايديك تشمه اه تلمسه فا اه من بعد ما شي كان اه مستحيل في حياتك اه عم بشوفك لأ عم بتعيشه بكل سعادة وانتصار نشوف الرومانس بقولك اه يور اموشنز ار هيلنج اه فعلا زي ما قلنا اه عواطفك او مشاعرك عم بيصير لها هيلنج عم بيصير لها استشفاء اه وهاده رح يخليك قادر انك اه توصل للحب العظيم او الحب الحقيقي اه في حياتك للمكسيمم من الحب مع الشريك اه بيقولك انا رح اساعدك هذا الملاك بيقولك انا رح اه اساعدك لحتى تطلق الغضب والانتقام انت كان في عندك روح انتقام ضد هذا الشخص اه ولكن وكمان عدم التسامح اه من القلب والعقل رحي اه بحكي لك انا رح اساعدك اه لحتى انك اه يعني تطلع هاي التقالي طاقة الغضب والانتقام وعدم اه التسامح من قلبك وتستبدلها بالاتقاط الحلوة واكانه بحكي لنا انه الشريك رح يعني رح ينعدل رح ينعدل هاي الفترة الجاي ويقدم تنازلات بقول لك جوين إن وكأنك أنت خارج الجروب أو خارج الحركة اللي عم بتسير إن كان في العمل أو في الاجتماعيات بشكل عام عم بتكون بعيد شوي عم بتكون عازل حالك إما بتحاول تستشفي أو بتحاول أنه يعني تععد مع حالك تشوف إيش الأخطاء ما الأخطاء بيقول لك لا بالعكس ادخل مع الناس وتشجع تشجع إنه يعني تحكي وتعمل تجارب وكذا مش شخص واحد كان سيء يعني معناته كل الناس سيئة بالعكس وسيلف كير بيقول لك إنه رح يكون رح تعتني أكتر في حالك بالفترة الجاي وتركز على حالك أكتر ما تركز على التانيين مثل ما قلنا بيقول لك بكفي تفكير بكفي تحليلات بكفي يعني تضغط على حالك وتعبي راسك أو عقلك الباطن بالسلبيات بيقول لك stop thinking خلص ما تفكر بس تنفس تنفس وكأنه بحكي لك أعمل meditation روح على الطبيعة اهتم بحالك بدل هاي الطاقة حاول تبدلها بيقول لك let it go في شخص رح يروح من حياتك وكأنه ميت يعني أنا تشايفه مثل التابوت يعني مش ميت بالمعنى الحقيقي لا بالمعنى المجازي وكأنك رح تودعه رح تزعل بالبداية لكن بالنتيجة رح تكون في عندك بداية جديدة حلوة كثير إزا في أشخاص رح اتودعهم بتتوقع على الصعيد العملي لأنه مبين في فرصة جديدة في العمل هون بحكي لك بيقول لك أنه لازم تتبنى البدايات الجديدة مشاريع جديدة أمور جديدة إلك فترة ما عم يعني تحاول تنجز عم بتفكر بس باللي طعنوك وعم بتفكر بس بالعلاقة الثلاثية ممكن تكون بالخيانة بالاستشفاء بيقول لك خلص بكفي بلش المشاريع اللي انت كنت مجمدها إزا كروت كتير حلوة لحد الآن بيكرجس بيقول لك بس كون جريء ومتشجع ودخل بيقول لك هون أنه في طريق أنت فتها أنت مش قدها أو أنت رح تكون شوي صعب عليك ففكر بالموضوع أكتر ممكن أنك ترجع قرب لك كتير من أنك تلف كل اللفات عشان توصل لنفس النقطة بيقول لك ممكن أنك تتراجع عادي جدا ممكن أنك تتراجع يا برج الأسد في موضوع من الموضوع مش عيب ولا غلط أن الواحد يرجع يفكر في الأمور اللي خلينا نقول بالأمور اللي كتير عم بعاني منها بيقول لك فكر بحالك حب حالك أنت تستحق الأفضل فما تضلك يعني تعيت أو ما تضلك تبكي على أطلال الماضي بيقول لك رح يكون في وفرة كبيرة بتوقع على مستوى العاطفي رح يكون وفرة كبيرة من المشاعر اللي متجمدة داخلك واللي رح تتفجر بيقول لك بالفترة الجاي ممكن معقول كتير أنك تدخل هذا العصر وهاي الفترة إذن لبرج الأسد كانت الكروت يعني نصها حلو نصها مش حلو بس كله بإيدك أنت يا برج الأسد أنك خلاص يعني تاخد قرار لأنه في أمور كتير أنت موقفها ما عم تبلش بدايات جديدة عم تكون متجمد عند أمور معينة أو عند أشخاص معينين ويمكن هذا بسبب الطاقات السلبية فيعني فكر بالموضوع وعم بشوف فيه شفاء على خير في هاي الفترة إن شاء الله ومن بعدها رح تستقبل الأمور آآ الحلوة إذن لبرج الأسد آآ كتير بتمنى لكم فترة حلوة إن شاء الله والورق حلو يعني تطمنوا ما في يعني آآ وقعات ما في شي خلص خلصنا الصدمات خلصنا الجروحات كلها ما ضلش إشي فتمنى لكم فترة كتير حلوة حبايز شكرا